أهلا وسهلا بكم في آخر الدرس تعرفنا إذن على كيفية التحويل من النظام الثماني للنظام الست عشاري وقلنا أننا نمر بالنظام الثنائي كنظام وسيط وأخذنا مثالين موضحين لكيفية التعامل مع طريقة التحويل في هذا الدرس سنتعرف على كيفية التحويل في الاتجاه المعاكس أي من النظام الست عشاري للنظام الثماني إذن نكتب كأنوال الدرس النظام الست عشاري إلى إذن إلى النظام الثماني نظام الثماني إذن أيضا بالنسبة للتحويل في الاتجاه المعاكس أي النظام الست عشاري للنظام الثماني نمر بالنظام الثنائي كنظام وسيط إذن لا يكون لدينا في الأول النظام عدد فيه النظام الست عشاري نحوله أولا للنظام الثماني الثماني وأخيرا من النظام الثماني نحول للنظام الثماني نأخذ مثالين موضحين ونعود للمثال أو للدرس السابق لنأخذ نفس الأمثلة أو نفس الأعدد التي وصلنا لها في النظام الست عشاري ونرى هل هل باتباع الطريقة في الدرس الحالي سنصل للعدد في النظام الثماني الذي كنا انطرخنا منه إذن لدينا هنا مثلا ستة ستة في النظام الست عشاري إذن أنطرق من العدد ستة ستة في النظام الست عشاري وأرى كم يساوي في النظام الثماني أكتب بطريقة أحسن في النظام الثماني على هذا الشكل إذن لدي العدد ستة ستة في النظام الست عشاري يساوي إذن قلت أولا أقوم بتحويله للنظام الثماني طريقة التحويل الأينار في الدرس السابقة أخذ كل رقم وأحوله لأربع وحدات في النظام الثماني إذن لدي الستة هو سفر واحد واحد سفر ولدي أيضا هنا الستة هي سفر واحد واحد سفر إذن يكون هذا هو تمثيله في النظام الثماني ثم أخيرا أحوله للنظام من النظام الثماني للنظام الثماني طريقة التحويل الأينار أيضا في الدرس السابقة أقوم بتجزئة العدد إلى وحدات لكل واحد منها ثلاث أجزاء لهذا الشكل فأحصل هنا طلاقا من اليمين إلى اليسار أكتب النتيجة ستكون هي لديها واحد واحد سفر وحولها للنظام الثماني هي كم؟ هي ستة ولدي هنا واحد سفر السفر هي الأربعة ولدي هنا سفر واحد هي الواحد فيكون هذا هو العدد في النظام الثماني لو عدت للمثال السابق فعلا هو كان العدد واحد أربعة ستة إذن وصلت لنفس العدد في النظام الثماني نأخذ مثال ثاني نأخذ مثال ثاني نأخذ نفس المثال في الدرس السابق كنا أخذنا وصلنا إلى العدد في النظام الثماني إذن هنا أخذ العدد في النظام الثماني أحوله أولا للنظام الثنائي تلقمنا اليمنى لديها أف هي واحد 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 ولديها أف هي واحد 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 سفر على هذا الشكل ما لم يتمكن بعد من التمثيل الثنائي لعناصر النظام السيطة الشهرية يمكنه دائما الرجوع للجدول الذي كنا قمنا برسمه في الدرس السابق على هذا الشكل فنجد أنها أف هي واحد واحد سفر أه هي واحد واحد أو أف هي واحد 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 وأه هي واحد واحد سفر إذن أعود لأكمل التحويل بعد ذلك أقوم بجمع أو بتقسيم العدد لأجزاء لكل واحد منها ثلاث أجزاء على هذا الشكل فأحصل نهاية على لديها واحد 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 هي سبعة ولديها واحد سفر واحد هي الخمسة ولديها واحد واحد هي الثلاثة على هذا الشكل نرى هل كان ذاك هو العزل الذي انطلقنا من فعلا ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة سبعة في النظام الثماني إذن كالتلخيص للدرس للتحويل من النظام الست عشاري للنظام الثماني نمر بالنظام الثنائي كنظام وسط في الدرس المقبلة سنتعرف على أمليات الجمع والضرب بالنسبة للأعداد الموجبة وبعد ذلك نمر لتمثيل الأعداد السالبة إن شاء الله في النظام الثماني نلتقي إذن إلى اللقاء اشتركوا في القناة